وبعد انتقالها إلى المستوى الأخضر ضمن ألية الإشارة الضوئية أثبتت مملكة البحرين قدرتها وإمكاناتها الكبيرة بسواعد أبنائها في تحقيق أدنى معدلات الإصابة بفيروس كورونا في وقت قصير والذي جاء نتيجة رهان ناجح على الوعي المجتمعي الكبير الذي تحلى به كل فرد من أفراد المجتمع إنجازات ونجاحات متتالية تحققها مملكة البحرين على صعيد مواجهة جائحة فيروس كورونا بقيادة الفريق الوطني الطبي الذي كان له دور كبير في احتواء هذا الفيروس بشتى الطرق ويؤكد ذلك ما وصلت إليه البحرين من مستوى متدني لعدد الحالات القائمة ومن يتلقى العلاج والوفايات آلية الإشارة الضوئية والتي كانت من ضمن البروتوكولات التي أسهمت بشكل كبير في انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا جاءت لتعزز من الحفاظ على الصحة العامة من خلال تقصي الحالات اليومية عاكسة الجهود الكبيرة للفريق الطبي الذي تعامل بكل شفافية مع كل مواطن ومقيم على أرض مملكة البحرين وها هي البحرين تنتقل إلى المستوى الأخضر وفق آلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا وذلك بعد الانتهاء من فترة المستوى البرتقالي الذي تم الانتقال إليه احترازيا أثناء إجازة يوم عرفة وأيام عيد الأضحى المبارك وعي واتباع للإجراءات الاحترازية والوقائية أثبته كل فرد في المجتمع مسؤول عن خفض معدلات الانتشار ما يؤكد أيضا نجاعة التعليمات والقرارات الصادرة عن الفريق الطبي ودورها في تحقيق الأهداف المرجوة من كافة مسارات التعامل مع الفيروس رهان الناجح راهنت عليه مملكة البحرين بأبنائها سواء العاملين في الصفوف الأمامية أو كل فرد مسؤول عن اتباع الإجراءات الاحترازية لتأتي البحرين في مقدمة الدول التي استطاعت بما تحمله من إمكانيات في احتواء الفيروس وتحقيق أرقام متقدمة في هذا الجانب